معلوماتنا مارك تودع أهلك لسه مخلصتش وبتاعة النهار ده أجمد من كل اللي فاته جاي أتلمكم النهار ده عن فيتامين الشمس فيتامين ده هو أحد أهم المكونات العضوية المهمة لاستمرار حياة الكائنات الحية على وجه الأرض ومنهم الإنسان طبعاً بيتكون في الطبقات السفلية من البشرة من خلال التفاعل كيميائي بيعتمد على التعرض للشمس وعلى الأشعة فوق البنفسجية على وجه التحديد لذلك سمي بفيتامين الشمس هو من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون بالتالي زيادة امتصاص الجسم الفيتامين دال بتزيد عند تناوله مع الأطعمة الدهنية بنسبة توصل لخمسين في المية وبيلعب الماغنيسيوم دور مهم في تنشيطه داخل الجسم المفاجأة بقى نظراً لأن فيتامين دال ممكن تصنيعه بكميات كافية من قبل معظم السدييات ومنها الإنسان طبعاً في حالة التعرض لأشعة الشمس الكافية فإنه بيعتبر مش عنصر غزائي أساسي ومن ناحية العلمية مش فيتامين أساساً لكن بيعتبره أهل العلم نوع من أنواع الهرمونات فيتامين دال بيلعب دور مهم جداً في تنظيم مستوى الكالسيوم في الجسم وعمليات التمثيل الغزائي عامة تلع كمان هرمون الزكورة أو ما يسمى بالتستستيرون بيزيد في الجسم مع التعرض للشمس وتكوين فيتامين دال بكميات أكبر يعني تنزل تتماشى شوية في الشمس ترجع وحش الشاشة وتعمل أداء مارك تودع حاجات كتيرة في الشتاء بقى مع هبوط مستويات أشعة الشمس بتنتشر الأمراض أكتر وبيزيد بوضوح معدل الإصابة بالأنفلوانزة مثلاً وده دليل على ارتباط المناعة بمستويات فيتامين دال في الجسم وأخراً بقى اكتشف العلماء كمان إن الشيخوخة بتتأخر عند الناس المعرضين للشمس طول حياتهم بالتالي عندهم مستويات محترمة من فيتامين دال وطلع إن الحمض النووي بالذات الجزء المسؤول عن شيخوخة الخلية اللي بيسموه التلومير بيكون طول عندهم أطول بكتير من الناس اللي مش معرضين لنفس كمية الشمس طول حياتهم صدعت بقى أن يا مركة ودع أهلك استنوني في المعلومة الجاية سلام